حملة اعدام جديدة ضد سبعة معتقلين بتهمة الصلة بتنظيم الدولة اعلنت عنها وزارة العدل مؤخرا حملة تعيد فتح هذا الملف الذي يحمل بين طياته الكثير من الشكوك بشأن مصداقية هذه الاحكام بالاستناد الى ظروف المحاكمات التي وصفت بالصورية بحسب تقارير اممية لينافس القضاء بذلك من جديد على مركز الصدارة من بين اكثر البلدان تنفيذا للاعدامات حيث تؤكد منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ان المحاكمات في العراق غير عادلة ومسيسة في الغالب فقبل نطق الحكم النهائي ضد المتهم كان قد مر الاخير بمجموعة اجراءات بعيدة عن روح القضاء مثل طريقة الاعتقال وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب النفسي والجسدي مرورا بعرض المتهم على القاضي وصولا الى حبل المشنقة فيما يشبه استخدام القوة الغاشمة وليس السعي الى تحقيق العدالة بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش وتتحدث كذلك وكالة اسوشييتد بريس الامريكية عن وضع القضاء في العراق وتؤكد في اكثر من مناسبة بان المعتقلين يتعرضون لانتهاكات وتصدر بحقهم احكام سريعة مبنية على اعترافات تحت وطأة التعذيب قد تؤدي الى اعدامهم وبحسب دراسة حديثة للامم المتحدة فان في العراق اكثر من تسعة عشر الف معتقل بتهمة الصلة بتنظيم الدولة ما زالوا في السجون اذ صدر ضد ثلاثة الاف ومائة وثلاثين معتقلا على الاقل حكم الاعدام وتؤكد الامم المتحدة ان النظام القضائي في العراق فاشل في التمييز بين المستويات المتفاوتة للمتهمين بصلتهم بتنظيم الدولة اذ يعامل الجميع معاملة المسلحين لاسيما الاطفال والنساء وهو ما ينذر بخطر نشوء مشاكل جديدة بسبب هذا النوع من النظام العقابي الامر الذي قد يشعل مزيدا من العنف مستقبلا ترجمة نانسي قنقر